يعني مولانا فيه ناس كتيرة قوي في رمضان بتشد حلها وبتعمل اللي عليها وساعات كتير زيادة ويمكن السنة دي الله أكبر شوفنا المساجد مليانة يعني وشوفنا يمكن الشوارع مليانة بالمصلين مصلين التهجد والترويح لكن للأسف النهاردة بالليل بنلاقي ناس كتيرة بترجع تاني مش لصابق عهدهم لكن كمان كأن فيه عطش كبير لسبحان الله المعصية يعني فيه مصدي فالنهاردة نقولهم ايه يعني اللي نقدر نقوله اللي بتفرجوا علينا النهاردة عشان فعلا نكمل باللي احنا بدأنا في شهر رمضان وانه مش بس شهر لا احنا مكملين به على قد ما نقدر طول السنة وانه انا مش بتكلم بس على الصيام والصلاة انا بتكلم كمان على الافعال اللي احنا ندخل بالنا منها واحنا صايمين زي ان احنا يعني ما ننمش ما نجدبش ما نقولش يعني الحاجات دي نعم نعم فقط للاجابة على هذا السؤال لابد ان يعلم هذا الرجل الذي ينتظر انتهاء رمضان بفارغ الصبر لكي يعود الى طبيعته ربما طبيعته ربما الجو الرمضاني والرفقة وكثرة السائرين في الطائعين في طريق الخير ربما لان الرفقة لان الصاحب ساحب الرفقة وكثرة الطائعين هي تساعد هذا الجو يساعد على الطاعة فالأسف الكثير من الناس ينتظر ليلة العيد هذا الرجل اقول له بئس العبد عبد يسيء الادب مع الله سبحانه وتعالى لانك بهذه الحالة انت قصرت عبادة الرب العلي على شهر واحد فقط بئس العبد بئس العبد عبد اساء الادب مع ربه لانه اطاع ربه في شهر وتركه في بقية الاشهر هذا الرجل يعبد رمضان فمن كان يعبد رمضان فان رمضان ذهب الى ربه ذهب الى ربه ومن كان يعبد الله فان الله حي دائم باق لا يبوت فمن هذا المنطلق لابد واخي الكريم سأل سؤالا عن الادعية الادعية من الادعية الثبات على الطاعة اللهم معيني على الطاعة بالضبط اللهم معيني على طاعتك لا بد للإنسان أن يسأل الله الثبات على الطاعة والاستقامة ولكن لا بد أن يعرف في لفتة سريعة جدا في لطيفة سريعة جدا شرف العبادة شرف العبادة في الحديث الذي رواه الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجذبي إنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي السؤال هنا يسأل كل العبادات يضاعف أجرها هذا الذي ينتظر أن ينتهي الصيام هذا الذي لا يصبر على الصيام هذا الذي لا يسوم أتعرف أجر الصيام أتعرف الشرف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للصيام أخي الكريم نسأل التاريخ إن المتأملة في التاريخ والمقلبة لكل صفحات التاريخ عبر التاريخ سيجدوا أن الصيام عبادة خاصة بالله